بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و ركاتهم معكم رب اه هنكمل هنا من كتاب عن موضوع هنيجي نتكلم على تقسيم هتلاقي تقول لي مثلا هنا في البوبيوليشن. البوبيوليشن اه بتنقسم الى او من ستاشر سنة واكثر يعني اللي هي اه المفروض يعني هم بيقسموها من او يعني لو احنا قلنا ان هي من اكثر من ستاشر سنة يبقى انت عندك كل الناس 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 اللي قادرة على العمل وشغالة ولي مش متوظف وفيه او اللي مش هيدينا دلوقتي شروط ان انت تصنفه ازاي ان هو اه في بس او ان هو مش في خالص طيب خلاص عرفنا ان هو الان بينقسم طبعا الى لما تيجي تعمل مثلا او يعني اه معدل البطالة بتقسم او يعني الواقم اللي هنا موجود في الناس اللي مش متوظفة على طيب اه تعالي بقى نشوف الشروط بتاعت اللي تخليك تقول الناس دي اه شغالة يعني او اقون ام وفي ممكن يكون مش في خالص يعني اه طبعا هو بيقول لك ان ال ال او ال الالة بيتميزوا بانهما دايناميك معروف يعني ايه يعني اه نس اعمارها بتتغير احالية تتغير باستمرار فما ينفعش تقول ان الحكاية دي سبتة. اه فيقول لك مثلا اه في ناس بتكبر فبتخش في تكبر سنها بتعدي الستاشعر سنة. في ناس بتطلع اه سنها تعدي سن المعاش فبتطلع من الليبر فورس. في ناس بتبقى مش شغالة بتشتغل. في ناس بتشتغل وبتستقيل. او في ناس بتتنقل او او تترفض. فالحكاية مش يعني ايه? يعني الصورة دي بتتغير يوميا. يوميا المعدلات والارقام دي ممكن تتغير. طيب. آآ علشان تقول ده آآ الشخص ده تحسب. موجود في الليبر فورس بس قال لك عندك آآ تلات شوط قال لك ان هو يكون وزاو تورك بات هاز ميت بسيفيك افرس. تو فايند اجوب وزين زابر فياس فور ويكس. يعني في خلال اربع اسابيع كان بيدور على شغل بس مش يعني ملقاش شغل فيعتبر ده آآ آآ او آآ او طيب طيب. طيب 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 او يعني هو سبب العمل ومستني مثلا اه يتصلوا بيه تاني ففي خلال شهر برضو او كده يعتبر اه تالت شرط اللي هو waiting to start new job within 30 days يعني اللي هما برضو التلاتين يوم اه الشهر اللي هو برضو بيقول عليه يبقى هو بيبحث عن عمل في خلال اربع سبع او waiting to call back اه يرجع لهيش job تاني يعني او انه هو بيدور على to start new job within 30 days كل الفترة دي تعدي ولسه ما اه ما اشتغلش يبقى دائن تقدر لما تيجي تعمل مثلا تقسم الاجمالي ده الاشخاص بقى اللي هما في في التلات حالات دول اللي احنا قلنا عليهم يدخلوا هنا في او 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 كده وتقسمهم على عشان تجيب المعدل بتاع البطالة طيب اه تعالى نشوف موضوع تاني موضوع الويجيس وي الاه البينيفيتس والكمبنسيشن والاه الانكمي. قبل ما نتكلم بقى على الويج ايه هي الويجيس وايه هو اليرنين. وايه البينيفيتس والكمبنسيشن والانكم. اه لازم تعرف ان هو هي الريت. اجر العامل. اجر العامل ممكن يكون اه في الشهر في في الاسبوع بس بتحسب مسلا اه في الساعة. فبتيجي تحسب له مسلا في اخر الاسبوع هشتغل كام يوم كام ساعة الكلام ده كله. طيب اه اتحدد ازاي? اهنا بيقول لكم ايه? يعني ايه? يعني تساوي اه هنا جاي من كلمة يعني تساوي العرض والطالب. لغاية ما يستقر على اه الريد ده او اجر الساعة يبه هو ده الايه? الواج بتاع العامل. طيب خبه لك ان فيه وفيه يعني ايه? يقول لك الاجر اللي بيتقضى العامل. تمام? اهو نو من الواج. وات ووركوز جيت بيت باور ان كونت دولار. يعني والله يا راجل ده بياخد مسلا عشرين دولار في الساعة صناعي ولا عامل في اي شركة وبتاع بيجي يحسبوه في اخر الاسبوع والله يشتغل اه اه عشرين ساعة تلاتين ساعة ستين ساعة في العشرين دولار يمدين له الف دولار ولا الف ومتين دولار. فده اجمالي. ده نو من الواجز. الله. طيب خبه لك اه فيه تغير في الاسعار. فيه انفليشن. انفليشن ريت. ممكن يزيد او ممكن يقل. يعني ايه الانفليشن? يعني تغير الاسعار السلع. اه اه انخفاض القوة الشرائية للنقود. اه فبتقول لي لا يستنى بقى. مش تقول لي الشخص ده بيقبض مسلا الف دولار كل شهر ولا كل اسبوع ولا ايا كان. اه ام لا اقول لي اه هو هو حقيقة المبلغ ده فعلا يجيب ايه? يجيب كام? اه يعني ممكن يكون بيقبض نفس الالف بس الاسعار السلع تغيرت فالقوة الشائلة الالف قلت. طبيعي. فتب احسبها ازاي دي عم? قال لك هو تعالى نشوف بس التعريف فهقول لك تحسبها ازاي? يعني ايه كلام ده? يعني القوة الشرائية الفعلية للمنتبات او المبالغ اللي بيكسبها العاملين دول. اه ايه بقى الاسعار مش ان انا اقول ده دولار ارقامه خلاص. رقم بياخد الف دولار بياخد بدرب اللي هي ايه هنا بقى دي اللي انت بتقول لي والله ايه ايه اشتغل عشرين ساعة في اه اه اقوى الساعة مش عارف اه عشرين يبقى عشرين في عشرين وربعمية بدينا انا ربعمية كل اه اسبوع. مسلا يعني. لأ. الريد ويجز بيقول لك انا عايز مش 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 هحسب الاربعين بس او الربعمية بس. ده انا عايز اللي هي اللي اللي انا ابطاله دي ابطاله دي. واقسمة على مؤشر للاسعار. الله. المؤشر ده اجيبه ازاي عم قال لك انا هجيبه لك هو السي بي اي. اللي هو الكونسيومر بايس اندكس. الكونسيومر بايس اندكس. قال لك دوت. اه 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 رقم لو يعني المفروض بيتنسب بالمية. دعنا نشوف ايه هو تعريفه بالزبط. قال لك دوت الكونسيومر بايس ده انا بديهولك. اه تحسب عليه هنا مسلا اهو. بيقول لك مسلا السي بي اي اي اهو بس خد بالك بقى كل يعني من هنا كان لكي حاسبين من اتنين وتمانين لاربعة وتمانين هنا مش عارف اه 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 السي بي اي تغير فالناس مسلا بتقبض المبلغ ده اجر الساعة بتاعه تمام تمام طيب السي بي اي مفروض مية يعني ايه مية يعني مية في المية لو الاسعار سابته يبقى انا باخد مسلا الف جنيه اه من الف سبعتاشر. مية في المية هي هي لو لايضيبت الالف في مية في المية تبقى هي هي الف 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 الماثر اعمانة اشرة. ماشي? ماشي يا عم. لو هي الايه? الاسعار سابته مية على مية يعني واحد صحيح. يعني ما فيش تغير. لما تدرب اي حاجة في واحد صحيح هتفضل هي هي يا الالف جنيه في واحد صحيح بااااااا بااا большое جنيه. قال لك ماشي يا عم? قال لك بس بص بقى لا. ده في اصعاب تتغير يمسل هنا في الف تسعمية وتمانين كان السي بي اي من في الرينج دوت كان اتنين وتمانين من مية خب بالك طيب مية تسعة وسبعين اخد بالك لانه بيقسم على السنة الاساس فممكن سنة الاساس تبقى اللي من مية هو بيقسم بقى ايه التسعينات لما سمعت تمانينات لأ بقيت مية وتلاتين في المية الاسعار بقى زادت مية وتلاتين في المية ده هو كانت ترخيرهم ده عندهم اه في بلاد برا في يو اس اه اه الفين واتناشا ومساكت ميتين تسعة وعشرين في المية ليه برضو لانه بيقسم على السنة الاساس وبيضربها في المية بيدرب النسبة في المية ماشي يا عم بيقسم ايه بقى الكلام ده ما عرفش بقى هو جاب لك كده يعني مجموعة من السلعة الاساسية وقال لك ايه دي وقال لك ان دي ايه يعني العيش والحاجات الاساسية دي لما قسمها اسعارها في سنة واتناشا على السنة الثمانين زادت كم مرة مرة ولا مرتين انت ممكن عندنا تقول دي زادت اكتر من النسب دي او اقل ايا كان المهم ان انت هتقول يا اه اقل من مية في المية تخيل ان كده ان انت مسلا لو بتاخد الف جنيه وده ويبقى كده الاسعار بتقل اقل من مية في المية لكن هنا مية وتلاتين في المية بقى اسعار بتزيد اه متين وثلاتين في المية بقى اسعار زادت قوي ايه المهم عشان تجيب النومينال اه ده النومينال اللي هو فوق ده عشان تجيب الريل بقى تقسم على السي بي اي تقسم على السي بي اي فلذلك مثلا الستة دي لما قسمتها على رقم اقل من المية في المية زادت خد بالك زادت انما العشفة دي لما قسمتها على رقم اكبر من المية في المية خد بالك دي فيه هنا فيه في المية فيه علامة في المية مش مئة وتلاتين بس. النسب دي كلها بالمية. تمام? طيب. آآ يعني دي دي تنين وتمانين في المية مش اتنين وتمانين بس. ودي مئة وتلاتين في المية ودي متين تسعة وعشرين في المية. لان ده نسبة نسبة اسعار سنة على سنة الاساس. تمام? طيب. اه هنا هيشرح هنا هو مسلا. هيشرح هنا يقول لك جابت ازاي التمانية وواحد وتلاتين من المية. تمام? طيب ماشي عم. يبقى انت لما العشرة دي ضربت في المية وتلاتين في المية ادتك ايه ادتك الكلام ده. آآ يعني معنى كده ان الاجر بتاع العامل لما يتضرب في في خلال ان يبقى فيه مثلا اصعاب بتزيد. يبقى معنى كده ان الريل بتقل في الحقيقة. مش بتزيد. تمام? طيب. دي بقى اعمل حاج. قال لك خلاص اخدنا بالنا كده من ايه? الفرق بين النومينال والواج. عشان اجيب اه القصد النومينال والريل واج. وعشان اجيب الريل واج لازم اقسم الايه النومينال على سي بي اي. ماشي. طب تعال بقى ايه? نفهم بس المصطلحات دي. ونجمع حزبة العمال دول بيقبضوا ايه وبيكسبوا ايه. قال لك اول حاجة الواجز. الواجز. زي ما قلنا كده الساعة. يا صبع الناس ما بتبقى بتقبضهمش مش كل ساعة هتقبض الناس انت بتقبضهم مسلا اا غالبا الموظفين بيقبضوا في الشهر. العمال بيقبضوا مسلا في اخر الاسبوع. في ناس بتبقى عمال يومية. ايا كان انت بتحسب اجر الساعة السايد. وبتستنى اخر الاسبوع تشوف مسلا يوميته كام ففي كام يوم اشتغلهم وبتاخد ايه? الاجر بتاعه. بيبقى هي في عدد الساعة اللي اشتغلهم. ماشي. الواجز الساعة صوري. الاجر الساعة في عدد الساعة. طيب تقلق عندك بقى فيه تانية كتير بقى. آآ زي مسلا الهيلس كير. آآ بايمينت ان كايند مسلا بروي بوفايدل هيلس كير. الهيلس انشورانس. البيد آآ فيكيشان طايم. اجهزات اللي بياخدها العامل. آآ التأمين الصحي. الحاجات دي كلها. طيب. في دفيرد بايمينتس. آآ دفيرد بايمينتس يعني دفيرد بايمينتس يعني حاجات المؤجلة مسلا. آآ يعني آآ حاجات هياخدها لما يطلع معاش. الضرائب الصاحب العمل بيدفعها له. حاجات دي كلها. يبقى فيه حاجات هياخدها آآ يعني غير المرتب بتاعه زي الهيلس كير والاجهزات اللي بياخدها وحاجات يعني آآ وحاجات مؤجلة. طيب. اللي اتنين على بعض. اللي اتنين على بعض هما دول الايه? طيب لما انا احسب تقولك يبقى اللي هي الواجز في عدد بتاعته. هنشوف الحزبة دلوقتي زائد الايه? زائد اللي هي والديفيرد بايمينتس. ده كده طيب الان كان بقى الان كان بقى كل اللي بيخدها من الشركة مسلا وانده اي اي حاجات تانية اخرى. اي حاجة تانية. طب تعال نشوف كده الصورة دي توضح لنا اكتر شوية. قالك تعالى عام نشوف الصورة دي. ايه بقى الكلام ده? اه دي الواجز. ادي الواجز ريت. ايه الواجز ريت ده? يعني عندي اجر الساعة كام? اه اجل ده بياخد عشرين دولار في الساعة. ماشي اشتغل كام يا عام في الاسبوع. وريني في الكشوف عندك اشتغل مسلا اه تلاتين ساعة. يبقى تلاتين في عشرين بستين. ايه? ده الاسبوع ده. استنى عام الكلام ده ايه? نومينال ولا ريل? لا لا لا. كل اللي بنحسبه ده اخد بالك نومينال. ممكن في الاخر خالص. نومينال يعني ايه? يعني فلوس ارقام حقيقية قبضها. ممكن في الاخر خالص تجيب ده وتقسمه على يديك الريل بقى. ماشي? بس خلينا دلوقتي كده احنا بنتكلم على كل دي ارقام دولارز. ماشي? يبقى الواجز ريت في الواجز ريت يدينا الايرنينجز. بلاس الامبوري بنيفتس. ليه ايه? الحاجات اللي بياخدها زي مثلا الاجهزات المدفوعة زي التأمين الصحي. الحاجات دي كلها. اللي هو المعاش والضرائب اللي بتدفع اللي بيدفعها له صاحب العام. اللي اتنين على بعض اسمهم الايه? البينيفتس. اجمعوا معنا الفلوس اللي اخدها في ايه? يبقى ده التوتال كومبنسيشن. ده التوتال ايه كومبنسيشن? طيب التوتال كومبنسيشن دي زاد اي بقى ان ارنيد انكم بقى عنده توزيعات عنده انتريست فوائد اي حاجة تانية غير الاجمالي مرتبه والمنافع بتاعته دي. يبقى ده ان ارنيد انكم التوتال كومبنسيشن والان ارنيد انكم يدينا الانكم. يبقى الداخل الاجمالي اللي عامل بتاعك في الشهر مسلا. المبلغ ده. ده يعتبر ايه? نومنال ولا ويل? لا ده نومنال. ليه? لان مبلغ هيقبضوا بال ايه? بالدولارز. صح? طيب. عايز بقى عم متحولوا للريل ايه يعني والله يقسموا على اي حاجة من دول يعني او اه يعني او او اي حاجة من ده ده يعتبر عايز تقسموا على او اه عشان تحولوا للا ايه? للريل بتاع كل واحدة فيه. تمام كده? ياب بتكون ماضحة. اه الرسمة دي مسلا الرسمة دي مسلا بتورينا ازاي اه ان الفيرمة او الشركة بتبقى لها مدخلات ومخرجات. مسلا المدخلات بتاعتها اللي هي بتدفع فيها فلوس. اه زي الليبر. الليبر اللي بتطلب عمالة من الليبر ماركت. الوركرز بيتقدموا لشغل هزي الوظائف يعني. ودي دي المدخلات بتاعت الفيرم. اساسية يعني المهارات اللي هي محتاجاها عشان تشتغل الشركات. وكمان المعدات الالات المكن مسلا الكمبيوترات. اي حاجة تعتبر بالنسبة للشركة. بتجيبها منين? من الكابيتال ماركت بيمدها بيها السابلاير اوف كابيتال. يبقى هي بتشتري الحاجتين دول. بتدفع فلوس في الحاجتين دول. في الوركرز وفي الكابيتال يعني من السابلاير ومن الكابيتال ماركت والليبر ماركت. يبقى الحاجتين دول مدخلات للفيرمز للشركة تدفع فيهم فلوس علشان يبقى مخرجاتها البرودكت. البرودكت بتاعت بتطراحه المنتجات او الخدمات اللي بتعملها الشركة دي. البرودكت ماركت او السيفس ماركت عشان يشتريها من الكونسيومر ويديها بقى اللي هي اه المقابل. طيب يبقى هو ده ايه? ده دي شكل المدخلات الاساسية يا طبعا يعني الكابيتال ماركت والليبر ماركت او يعني العمالة والمواد او يعني الحاجات الاساسية. الجهزة الاساسية. طيب اللي يهمنا دلوقتي اللي يهمنا دلوقتي اللي بور ماركت هيمد الشركة بايه? هيمدها بالعمالة. طيب يعني ايه هيمدها بالعمالة? يعني اه الشركة بتطلب تطلب عمالة يبقى فيه صح? طلب. والناس الموجودة او العمالة الموجودة في الليبر ماركت بيبقى هي تمثل السبلاي. السبلاي اللي هو ايه? امداد الشركات بالعمالة اللي طلبها. طيب. تعالي نشوف طالما ماركت بقى يبقى بيتحدد منه الواجز والنمبرز من ايه? من خلال الديماند والسبلاي بتاع الليبر. طيب. اول دل عندك الديماند. تعالي نشوف الديماند وبعد نشوف السبلاي. قال لك الديماند هي دلة في ايه? في المرتبات والكوانتيتي ديماندد والتكنولوجي. اه يعني ايه بقى الكلام ده? تعالي نشوف الجرافي يبقى جميل قوي يعني عن كده. يعني عايز يقول لك ايه? انا انا هي دلة ما بين مين ومين? ما بين التعالي نشوف الاي وهو الجرافي اللي هيبين. دي المرتبات. ودي نمبر اوف ووركرز اللي هما الكوانتي ديماندد. طيب يقول لك الشركة كلما كانت المرتبات عالية هتقلل العمال اللي هي عايزة تطلبهم. يبقى فيه علاقة كده طردية ولا عكسية? لا دي كده علاقة عكسية. صح? ما بين مين ومين? ما بين المرتبات كلما زادت المرتبات هتلاقي ان هي اللي الشركة تطلبها? هتقل بس خب بالك من من وظيفة واحدة. مش كزا وظيفة. يعني هي مسلا بنتكلم على المحاسبين. بنتكلم على المهندسين. بنتكلم على التوينرز. بنتكلم على سوق عمالة واحدة. فلو مسلا لقيت ان المهندسين هياخدوا تمن تلاف. هتقول لك انا اجيب خمسين. لا هياخدوا سبعة بس. لا ده احنا نجيب بقى ميت واحد. ده انا انا اخدوا ستة الاف يبقى لقى خانمية وخمسين واحدة. يعني كلما كان آآ يعني هنا هو دلة ما بين الواج الدولارز اللي همدفوعة في العمالة وعدد العمال او عدد الموظفين. طيب. كلام جميل او. اما الايه بقى اللي انت كنت جايبه بقى ايه بقى الشكل العجيب ده? قال لك بص الشكل العجيب ده. هو ده الويج اهو. ده المبالغ. وده التكنولوجي بقى بيقول لك فيه وظائف لو التكنولوجيا زادت في الشركة اهو هنا اعرف لك اهو الو هي الويج و هي هي الاو بقى كام هتعات عين كام واحد بقى ده تمام دي يعني. والتكنولوجيا قال لك فيه فيه وظائف التكنولوجيا لو زادت هقالي العمالية هنهارها بيقول تعال كده نشوف لو التكنولوجيا طبعا هو الجدول الدهولك عشان تبسل منه فخلاص احنا عارفنا فهمنا ان الجراف ايه اه اه دي ارقام ودي ارقام ايه او ايه او كام واحد هيتوظف تبقى لو السعر ده كام واحد هيتوظف من ده لو تبقى السعر ده وتوصل هتلاقيه علاقة عكسية او نيجاتيف تجي تشوف السبلاير تلاقيه ايه اه ماشي في الاتجاه ده طيب ماشي يا عم خلينا بس في دي ماشي يا عم انت بتقولي دلوقتي ماشي يعني عندك الاكسين والنمبر ايه التكنولوجيا ما لها التكنولوجيا قال لك التكنولوجيا بقى تعال شوف كده مسلا هنا التكنولوجيا لو اه اه زادت عايش انا عايز اشوف التكنولوجيا لو زادت في اه اه لو زادت في بعض الوظائف تقلل الموظفين بتاعتك يعني هنا هنشوف هنشوف الجراف بس انا ايه اه اه ادي هي الدلة عبارة عن بتاعت الواجز والتكنولوجيا طيب خلاص عرفنا ان ده الجراف الاجور طبعا اه بتحرك الطلب وعدد العمال المطلوبين زيادة ونقصا بس على نفس الايه على نفس يعني ايه اه في تكر بقى الحاجات اللي خدتها في الاكونوميكس او المانجيوية الاكونوميكس دولي بص بقى خد بالك العاملين اللي هم على الاكسس دول زادوا قالوا احنا هنتحاك على نفس الكيرف اي حاجة غير العاملين دول لا الكيرف ممكن يتشفت يمينا او يسارا يعني يبقى كيرف تاني خالص منحنة تاني خالص خط تاني خالص اي نعم وازي لي لانها تفضل اللاقة برضو عكسية بالنسبة للدماند يعني اه 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 علاقة عكسية كلما كانت المنتبهات عالية كلما ايه ايه الشركة هتقلل الموظفين ايه لتطلبهم قب بالك لان احنا ما نتكلم على السابلايه يبقى السابلايه ديماندد دي او اه اه اللي هم الناس اللي هيشتغلوا او الناس اللي بيعودوا نفسهم الوظائف بيتقدموا الوظائف لكن هنا الناس اللي عدد العمال اللي الشركة بتطلبه طيب يبقى لو قلت او زادت او نمبر قال له او زاد وهنتحرك على يعني على اي حاجة غير الاتنين دول يبقى مش ايه مش اما الايه يبقى هنتحرك بقى يمينا او يصويا يبقى شيفت بقى يبقى شيفت تورايت او شيفت توليفت زي ايه مسلا هنا بقول لك مسلا زي ال البرودكت دماند اه ايه البرودكت دماند ده المونتك بتاع الشركة زي ما كان ايلينا في المعادلة معلش مش ال البرودكت دماند يعني ايه المونتك بتاع الشركة لو عليه اقبال كلما زادت منتجات الشركة وعليها اقبال كتير يبقى هتضطارت عين ناس اكتر صح? الشركة اهو شيفت ان دماند او ديو تو انكويز ان بروودكت دماند يعني الشركة مخرجات الشركة دي المنتجات بتاع الشركة دي عليها طلب كتير فتطور تعين ناس اكتر الله هو منتجات الشركة دي نامبر او فوركاوس لا وايجز لا يبقى اي حاجة غير الاتنين على الاكساب دي اتشفت الجراف يمينا او يسار او نامبر او فوركاوس تخلينا نتحرك على الجراف ايه? زي كان بيقول كده يعني على خلال الجراف نطلع او ننزل في النقط على الجراف انها اي حاجة غير الاتنين دول الواجز او اي حاجة غير الاتنين دول هتخلي الجراف يشفت يمين او يسار طب معلش نفهم بقى ايه امتى يشفت يمين واما يشفت يسار يشفت يمين يعني الناس بص خب بالك لو هنا مسلا تمانية او 8000 دولار في نفس المبلغ هتعين ناس اكتر اه يعني الطلب زاد طلب كله زادت شفت بنفس المبلغ عينت ناس اكتر على نفس المبلغ بتاع الخمس تلاف عينت ناس اكتر يبقى الايه هو اللي زاد طب لو الشفت شمالي يبقى هتعين ناس اقل بنفس المرتب ماشي طب والحكاية دي ما عليش فهمنا جات ازاي علشان الشركة طلبات اه اه على او المنتج او الخدمة اللي هي بتقدمها زادت فعايز اتعين ناس اكتر قدرتها على اه معا فلوس قدرتها انها تعاين ناس وتشغل ناس زادت حلو طب ايه العامل التاني ايه التكنولوجيا دي بقى. التكنولوجيا لو اه زادت. طيب يعني زي ما قلنا كده في حاجة تانية تعمل شفت للديماند. اه هي التكنولوجيا. التكنولوجيا كلما زادت تعينت ناس اقل فتلاقيش الايه بدل ما هيتحرك من حالته الاساسية تزيد لا يبقى شفت طيب هنا بقى دي حاجة تانية خالص اللي هو الكابيتل الكابيتل برايس الكابيتل يعني اه اه ديماند افطر افول ان كابيتل بايس يعني الكابيتل اللي هو المكونات التكنولوجية اللي هو المعدات لو سعرها هنا مسلا هنا اه هاي بايس هاي بايس وبعد كده اسعارها زاد اسعار اه هنا فول فول يعني اسعارها قلت يبقى هيعين ناس كتير علشان يشغلوا المكان ده انما مسلا هنا ديماند كيرف ات هاي كابيتل بايس هاي كابيتل بايس وبعد كده افطر فول لما قلت قل للناس اللي هيعينهم ده تأثير الاهم حاجتين احنا اللي هاتم بيهم هو زي ما قال لك كده في الدلة هي اللي بتقصر في اللي بور ديماندد والعاملين اللي بيقصروا اللي هو طلب على منتجات الشركة والتكنولوجيا طلب على منتجات الشركة لو زاد زي الجراف اللي هنا ده هيزاو هيشفت تو زا رايت التكنولوجيا لو زادت هتشفت تو زا ليفت طيب زي ما شفنا كده ده المطلوب منك في الديماندد تعال نشوف بقى السابلاي السابلاي اه برضو في الماركت سابلاي كيرف اه 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 النامبر بياخد بقى كيرف تاني غير الديماند الديماند قلنا كل ما المرتبات زادت كل ما هيعين ناس قليلة لأ هنا بقى السابلاي ده مين اللي بيقدم مين اللي بيزود الخدمة او مين المورد السابلاير هم العمال يعني اللي بيطلب الديماند اللي هم الشركات إنما اللي بيقدم السابلاي هم العمال او النوظفين او الناس اللي في اللي بر فورس طيب الكيرف ماشي كده باتجاه عكس اللي باقي عايزين نفهمها اقل لك لاني الناس دي كلما يتعرض عليهم مرتبات اكتر كلما هيتقدموا الوظيفة اكتر. يبقى الناس اللي ممكن يتقدموا الوظيفة اكتر لما منتب الوظيفة يزيد. كلما منتب الوظيفة تقل عدد الناس يقل له. يبقى هنا اه شو بقى ازاي? هيتقل مع ايه? انخفاض المنتب ويزيدوا مع الناس اللي هتتقدم يزيدوا مع الوظيفة المنتبات عالية او الوظيفة اللي منتبها زاد. يبقى معنا كده ان العلاقة هنا هي طردية. طيب كلام جميل اوي. زي ما شفنا هناك برضو في وقلنا ان دول عاملين يخلوك تتحرك. على الخط. ايه اللي خليك تشفت او اي حاجتين غير الاتنين دول. هنا مثلا هو بيقول لك اه المرتبات زادت في وظيفة اخرى. وظيفة اه فعني ايه معنا كده ان الناس آآ قللت بقى ايه آآ قللت بتاعها لهذه الوظيفة وراحت للوظيفة الاعلى. فكده الكيرب بتاع السابلاي شفت توزا ليفت. يعني ايه شفت توزا ليفت? يعني قل. يعني ايه قل? يعني نفس السعر او نفس المرتب عدد الناس هنا مية? هنا هتلاقي عدد الناس تمانين. عدد الناس اللي متقدمين للوظيفة اللي بنفس المرتب قل. يبقى الكيرب كله اتشافت. انت مششغل هنا كده الونج توزا كيرب. لا من النقط اللي على الكيرب. لا ده انت كده فيه كيرب جديد خالص. ليه? لان دي حاجة غير الاتنين اللي على الاكسات اللي هم اللي له ولا النمبر. ده اللي غيره مرتبات وظيفة اخرى. آآ فالناس ثابت الوظيفة دي وراحت للوظيفة الاخرى. فالسبلاي اللي في الوظيفة دي قال. قال يعني ايه? يعني شفت توزا ليفت. زاد يعني ايه? يعني شفت توزا ريت. حلو قوي. طيب احنا كده فهمنا الديماند كيرب. وايه اللي شفته ويمين او يسار. التكنولوجي والبوداكت ديماند. وآآ السابلاي. وايه اللي شفته برض. آآ طبعا بقى بالنسبة للسنجل فيرم. السنجل فيرم يعني ايه? شركة واحدة. في حالة ان شركة واحدة. اقول لك ما تستطيعش ان هي تغير المرتبات بنفسها. يعني الديماند بيبقى كل الشركات اللي في السوق بتطلب او بتتطفق على سعر. او غالبا يعني الاصعاب بتت آآ بتبقى يعني من تساوي العرض والطلب. انما هنا بتقول لي مسلا لو آآ اقيس الشركة واحدة هتقول لي ما تداشت تغير هي السعر بتاعها. في بيبقى سابت. انما اللي يتغير ايه? العدد الساعات. عدد الساعات بتاعت العمال. امال ايه بقى? اللي بيحدد آآ عدد آآ اللي بيحدد المرتبات وعدد العمال. قال لك بقى طلاقي العرض والطلب. زي ما طلعوا من الناس بتقول عرض وطلب. كلمة عرض وطلب معناها ايه? يعني هاتلي واحد بقى زي كده. وحط الديماند كيرف والسابلاي كيرف واللي اتنين مع بعض هتقابلوا في نقطة. النقطة دي ايه? دي بيسموها يعني ايه? يعني نقطة تساوي العرض والطلب. في النقطة دي عند الويش ده ايه? يعني ايه? يعني ده ده المرتب او اجر العامل اللي بتحدد بناء على طلاقي العرض والطلب. يعني مسلا هنا تقول لي والله المرتبات الشوكة كانت عرضة الف جنيه. آآ فكان السابلاي قليل. الناس قليلة آآ الناس كانت مسلا هنا خلينا ايه? الالف جنيه دي مسلا كده. فهتلاقي هنا الالف جنيه تقطعت مع السابلاي وتقطعت مع الديماند. ماشي? نفس الالف جنيه اهي ماشي افقية اهي. طيب الشركة طلبة ميت عامل. بس السابلاي اقل له صح? هتلاقي خمسين واحد بس متقدمين لها. ليه? لان مستقللين المرتب. طب تعالى عند الخمس تلاف جنيه مسلا او عشرة تلاف جنيه ايا كان. هتلاقي الشركة طلبة خمسين عامل. بس عشان المرتب كبير عشرة تلاف جنيه مسلا. هتلاقي ايه ميت موظف او ميت اه هنا ده اللي يجيب لك الناس اللي ميت قدمها للشغل. لكن الديماند يجيب لك الشركة طال باقي ايه? او الشركات مجموعة الشركات اللي في السوق ده. او في الماركت ليبر ده. طيب. بيقول لك بس بقى هي لو اقل من الاكوليبيم هتفضل تيه لغاية تتزبط لغاية ما تزيد. لو هي ازياد يبقى هتتزبط لغاية ما تقل. المهم ما يطلقوا هنا. طب ازاي عمل تتزبط ازاي معلش? اقول لك. تاني. الحتة اللي احنا كنا منقول لو الف جنيه. هتلاقي هنا اقل من الشركة عايزة ميت عامل على الف جنيه. واللي متقدم خمسين عامل. عفوا انا شوف انا خدت الجراف معي. اه يبقى معنى كده في فجوة هنا في ايه? في هنا شورتج. شورتج يعني ايه? اه اه الصلاة يقلم الديماند. فالشركة عايزة ناس تاني. تبدأ تعالي السعر تعالي السعر غاية ما يتلقوا هنا بقى. يبقى هتدفع تلات تلاف جنيه لليجيلها خمسة وسبعين واحد. تعينهم. بس كده. با هو ده الاكليبيم. طب ايفيد الشركة كانت عارضة عشرة تلاف جنيه. مسلا يعني. فهنا طلبة خمسين واحد على عشرة تلاف جنيه اتقدم لها ميت واحد. فطيطمع. تقول لك لا طب انا طالما في ميت واحد طب انا اه اعود عليهم تلات تلاف فتعين خمسة وسبعين بس. فنفس الكلام يعني مسلا ده القاملة ده الارتامل عندي عايز اقول لك يعني لو السعر اقل السعر اقل والصابلاي اه اقل من الديماند هتفضل الشركة تزود السعر لغاية ما تتلاقها في نقطة. ولو السعر كبير والصابلاي اكتر من الديماند كتر الناس اللي مع معرضين او يعني لطالبين الوظيفة هيقلل السعر لغاية ما تلاقه في نفس النقطة. فده اللي بيسمون ماركت يعني التساوي الاوتوماتيك كده لو لوحده كده بيتساوي في الايه? في السوق. بس طبعا الاسواء اللي هي البرفكت بيرفكت كومبيتيشن. كل الناس عندها مش يتفقين بقى مع على بعض على سعر ولا الكلام ده لده في حرية وفي وفي صراحة وفي وضوح للمعلومة ومش عجبك هنا بتوح هنا وعرضوا الطلب حقيقي يعني. طيب. يبقى الاكوليبيام دي دايما هتتساوي في النقطة دي. وهي اللي هتحدد بقى المبلغ اجر السعر وعدد الناس. شكرا. يبقى احنا كده فهمنا الجراف لما حطينا بقى الديماند ويه السابلاي فهمنا الديماند هو آآ علاقة عقسية ليه والسابلاي على علاقة وديه ليه و وامتى يحصل اكوليبيام ولو اكتر اللي هو بيسموه يعني المعروض اكتر من المطلوب. او اللي هو المطلوب اكتر من المعروض. مفيش. الشركات عايزة ناس والممتابات قليلة فالمعروض باكتر الناس بتسافر السعودية عم ممتابات هنا زي الزفر. فلازم يفضلوا يعالوا السعر لغاية ما يكفوا الوظائف اللي هما محتاجانة. ده دي حالة الشورتج. مثلا عجز ما في عايزين ناس اكتر من اللي هما عندهم. لكن هنا حالة. الحالتين لازم ايه? الزيادة هتقل والنقصان هيزيد لغاية ما تلتقوا في ايه? في اللي هي نقطة التساوي العرض والطلب. هي اللي بتحدد والنمبر طيب بعد ما عرفنا وبيحصل ازاي آآ نظريا يعني في بيقولك بقى في حاجات تحصل كل شوية يعني لازم تبقى فاهم زي ما قلنا قبل كده ان الماركت ده بيتميز ان هو دايناميك كل شوية تغير ناس بتكبر فتخش تبقى سنة هتبقى اكتر من ستاشر سنة فتخش اللي بر ماركت ناس بتطلع فيه ناس بتشتغل فيه ناس بتشتغل فيه ناس بتشتغل فيه ناس بتعود فاللي بر ماركت ده او اللي بر فورس بيتغير نفس الحكاية برضو هنا الاكوليبيم دي مش ثابتة يعني ايه يعني كل شوية ممكن كيرف من الكيرفين اللي هما الصبلاي والديماند يتشفتوا يمين او يصار احنا شفنا فيه حاجات بتشفتهم فيحصل ايه بقى يعني ايه الكلام ده يعني تساوي جديد تساوي جديد اه بعد ايه بقى في كزا حالة بقى ممكن يوريك بقى يقول لك بقى ايه هي دي بقى اللعبة كله في المسائل وفي الامتحانات هتبقى كده حاجة حصلت اسيفت يحكي لك حكاية وايه هو الا حصل هو الديماند اللي تشفت ولا الصبلاي طب الديماند اشافت يمين ولا يعني زاد شفت توزا لفت اوزا لفت او الا شفت توزا لفت ال� والسبيت او هالي هو اللي اتشافت توزا لفت ولا توزا لفت طب والجديد بقى ايه اللي هيحصل لو ما بعد اهل تشفت دي كلها ادي القصه لاغي اللعبة كله URLs وكان مسلا السايمين كان غالبيته كده. تعال نشوف مسلا. هنا بيقول لك اهو. اه. اه. ادي الايه? ماركت سابلاي اهو. اللي هو ماشي ايه? عرفنا ازاي نده السابلاي. علشان ده ماشي علاقة اه اه ما بين الواجز والنمبر اف واركوز. حلو. عمال ده ايه ده? قال لك ده الول ديماند. وده نيو ديماند. اه يعني هو اللي كان نسوي ده تحرك شفت توزاريت. لليمين زاد. يعني زاد. يعني عند نفس المرتب عدد الناس اللي تعينت زادت. حلو. طب ايه اللي يحصل معلش نفتكر كده ايه اللي يحصل يخليش الديماند يتشافت لليمين. قال لك مسلا. احنا قلنا ان ممكن التكنولوجيا لو زادت هتقلل شفت توزاريت. تقلل الديماند. لكن ال اه. البرودكت بتاعت البرودكت ديماند على منتجات الشركة بتاعت المنتجات تاعت الشركة. هتخلي تعين ناس تطلب ناس اكتر. دي الحالة دي مسلا ممكن تكون ده اللي حصل. فحصل للديماند توزاريت. فتعين ناس اكتر بنفس المرتب. حلو. ماشي. ده اللي حصل للديماند لوحده. لكن احنا دلوقتي لأ. احنا دلوقتي بنتكلم على ان كمان فيه سابلايا هو. اه. احنا مش بنتكلم على الديماند الواحده ده كمان حاصل كان فيه. نقطة اكيوليبيوم بقى فيه نقطة جديدة. ايه اللي حصل بقى? اللي حصل ان دي حاجة متفاقلية حلوة حاجة بوزيتفة اه? ان الديماند زاد. يبقى المرتبات بتاعت الناس كانت هنا. صح? النقطة دي كانت نقطة اكيوليبيوم ياهي. حلو. يبقى كان عدد مسكة هتتشغل خمسين واحد بتالت تلاف جنيه مسلا. تمام? اه لا. طلبة ناس اكتر. يبقى تشغل ميت واحد. والمرتبات كمان هتزيد. طالما السابلاي زي ما هو. يقل المرتبات. لكن احنا بنقول ان الديماند بس هو اللي زاد. اه يبقى اللي حصل ان اكيوليبيوم جديدة. بالنظر كده من غير ما نقرأ ارقام هنقول اه يبقى هنا النيو اكيوليبيوم واجز اكتر من الالد اكيوليبيوم. وكمان النامبر اوف ووركاوز شكلها. طبعا اكيد اهي? دي القديمة ودي جديدة برضو النامبر اوف ووركاوز هتزيد. يبقى ده حصل في هزي الحالة. كل حالة بقى ليها ايه قصتها? مسلا لحالة جديدة حالة ايه عم دي? قال لك افطر الله 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 الله. هو انت اللي فاتت كنت بتقول الديماند هو ليشفت رايد. دي السابلاي هو ليشفت ريفت اه. شفت ليفت معلش. اه هنا تلاقي مسلا ده الديماند صح? اه ده الماركت ديماند عشان ماشي عكس. ده نيجاتيف الليشنش. انما ده 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 والد ماركت سابلاي وده النيوي. يبقى هو من اليمين ماشي شفت ليفت كده. حلو. يبقى دي الماركت اكوليبيوم القديمة ودي الماركت اكوليبيوم الجديدة. بس ما عليش كده فكرني هو ايه اللي يخلي السابلاي يتشفت تزالفت. قال لك ممكن يكون مسلا المرتبات بتاعت سابستيتيوت او سابستيتيوت فانشن وظيفة تانية. وظيفة تانية بديلة. مرتباتها زادت. فالناس سابت الوظيفة دي. وراحت للوظيفة التانية. فالسابلاي بتاع دي قال. شفت تزالفت. خب بالك. اي حاجة مش على ال 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 اكسس دول تشفت لي مين او اليسر. طب دي ده واجز. اي شفت ليه ايه. بس مش بتاع الوظيفة دي ده او فانشن وظيفة تانية. وظيفة بديلة. عشان كده سابوا الوظيفة دي وراحوا للوظيفة التانية. يبقى شفت من الايه? من ال اه. ال او ماركت سابلاي ليه? طب ايه اللي حصل يا عمل حاج? احنا كده بنكون من خم ان تشافت ليه? ايه اللي حصل بقى يا عمل حاجة هو دلوقتي عايز اللي حصل? اللي حصل عباسك مش عباسك كسر يعني. اللي حصل ان كان فيه مالها دي? ايه? دي المنتب اللي كان عنده تلاقي العرض والطلب. وايه ده? حلو. لا يا عم مش حلو. مش حلو ليه? اصلي الديماند زي ما هو. السابلاي هو اللي قال. السابلاي قال طب ما ده حلو برضو للناس. للناس اللي فضلت في الوظيفة بقى. ايه اللي حصل? بقى ناس معروضة اقل. ناس معروضة اقل. فاللي كان متعين مية بقى متعين خمسين بس او خمسة سبعين. فلذلك اللي اتبقوا دول ممتباتهم زادت. الله بص بقى. النيو بقى ويجز اكولوبية مع عالية ايه. عالية. يبقى هنا بخلاف المرة اللي فاتت. الويجز زادت والنمبر افوركا وزاد. لان السابلاي هو الديماند هو اللي زادت. شافت وزا رايت. لكن هنا السابلاي شافت وزا لفت. فالويجز زادت. انما نمبر افوركا وزادت كل حالة لوحدها. وتيجيز زي عم باللوجات. لو انت فاهم. الادماند الواحد والسابلاي الواحد والإيكوليبيهم يجي ازاي والشفتات إيه إيه اللي تحت تتسبب فيها منطقيا هتقدر تعرف كل حالة ترسم الجراف بتاعها وتعرف الجديدة ايه اللي حصل. هلك حالة تالتة نيو ريليبر ماركت اكوليبيم after supply shift right. الله. زي ما هو? اه. اللي ماشي عكسي ده. والسبلاي اللي هو ماشي. اه يعني. اه مالو. ده الولد وده يبقى هو تشافت زي ما قال لنا. طب تشافت ليه? ايه اللي ممكن يشافت ناس 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 اه تقدمت للوظيفة زيادة. ناس 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 يعني انا مش فاكر ايه الحاجات اللي بتشافت بس ممكن يجيب لك بقى في المسألة اي حاجة اي حاجة المرتبط الناس اه الوظيفة الاخرى مسلا مرتبطها قلت فجوم هنا. مسلا. الوظيفة البديلة مرتبطها قلت فجوم هنا. فده بس بتاعة وظيفة بديلة قلت فجوم الناس هنا. فلما جوم الاولي زاد. من الكيرف ده بقى الكيرف ده شافت عدد الناس زادت عدد الناس تزيد يبقى فيها اكوليبريم جديد طب مو الخل să الشيك الكيرف شيفت توزاريت يبقى في اكوليبريم جديدة. زود عادة الناس بس قللة الوجز. خب بالك دي ال ال W ايهي الوجهز قد اكوليبريم بوين بقى في اكوليبريم بوينت جديدة بس الوجز بتاعتها اقل والناس اللي تعينتها اكتر. طيب. طيب هتلاقي بقى بقية الحالات كده كلها ودي اللي هي يعني زي ما قلنا كده الحالة تترسم وتشوف الاكلاب جديد ويهي اللي حصل. ممكن نكمل مرة الجاية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.